وكلامت فيها مبارح إنه الأهلي والزمالك تحديداً محتاجين يلعبوا المطشاط اللي هي بتاعت اثنين اثنين ونص ثلاثة الله ربا محتاجينهم يلعبوا المطشاط دي عشان هما الاثنين حتى لما بيروحوا أفراقيا بيتحطوا في مواقف زيدي طبعاً وكمان مش حراس المرة بس الفرقة طبعاً وهقولك على حاجة بص المفروض طالما أنا هلعب بمراء بالنهار يعني الأهلي سافر الخميس ما اعتقدتش أنه أنا معرفش هو تمرن تمرينة واحدة هناك كان لازم فيه أكتر من تمرينة هناك وجود الشمس ده حاجة مهمة وحاجة يعني تتطلب أننا نتمرن على أقل تلات تمرنات هناك على مش لازم على الملعب هتمرن في ملعب تاني بس على أقل فيه شمس موضوع الشمس ده ممكن يبقى الشناه وبقاله فترة كبيرة ما اشتغلش حتى في النادي الأهلي لما بيشتغل حتى في خطأ ما فيش مشكلة خطأ في تمرين خطأ في تأسيمة فيش مشكلة قوي إنما تعالى إرجع جدها للزمن كده هات للأهلي مسلا في آخر كمه موسم في الدور العام أو لعب ساعة 3 بالنهار هلعب بكرة بالنهار هي مبارات أسوان مبارات أسوان من أبالك القالي والزمالك والزمالك السيد غلى من أسوان بالنهار مصبوط القالي والزمالك بيعانه طبعا بيعانه جدا بيعانه جدا تلعب بالنهار طبعا طبعا فيش كلام فلازم إنه الموضوع ده يحصل فيه تعديل في الدور أكيد وبرضه لو أنا هلعب بالنهار لازم فيه على أقل ثلاثة أيام أكبرًا فيهم إيه أكبرًا في وضعيات الشمس طبعًا يعني لما بتجي في الشمس أنا عرف إنه بتبقى صعبة أنا لعبت كتير في النهار وفيه أوقات ما بشوفش الكرة أوقات أم عامل إيدي كده تبصها جاي في صابع ومعدية جاي في إيدي ونزل قدامي ما بتتمسكش يعني تجي في إيد واحدة ما بتبقاش أصلي خد بقى وضعية المسكة الكرة دي ما هي لها برضو لها وضعية يعني المهارة دي بتاع لها وضعية فلو ما جاتش في كاف إيدي من جوة وصابي عليها مش هتوقف صح هتوقف إزاي صح مستحيل مستحيل طبعا فأنا برضو ما أنا مش جاية دافع على الشناوي ولا جاية ألاقي مبرر إن أنا بقول للشناوي لا أنا بقول فعلا أنت بتحلل الحالة أنا بحل الحالة صح وعايزين برضو يعني يا جماعة الناس اللي بتنتقد الشناوي مفيش مشكلة إن إحنا ما إحنا هو عادي بنتكلم هو بس ما نجرحش في حد يعني الشناوي دا جول مصر الشناوي دا من أفضل حراس مرمى في تاريخ مصر فعايزين برضو إيه وأكلم على إيه حد تاني حتى لو في حد بيلعب برضو وعنده أخطأ هنتكلم عليه فنيا بس مش هنسئله في أي حاجة خالص أو هتحكم عليه هاي